نشرت صحيفة أحوال تركيا تقريرا حول طلب تركيا من السراج البدء في التنقيب عن النفط في ليبيا قالت فيه أنه في خطوة سوف تؤجج التوترات في المنطقة خاصة في ظل التدخل العسكري التركي في ليبيا وفي ظل وجود خلاف بين تركيا وكل من اليونان وقبرص فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية في المتوسط وفي ظل معارضة الاتحاد الأوروبي وبشكل خاص اليونان وقبرص على اتفاق السراج وأردغان البحري أردغان أعلن بأن بلاده ستواصل ما أسمه الدفاع وبكل حزم عن حقوقها ومصالحها في الشرق المتوسط وقبرص وبحر إيجا في إشارة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي أدنتها عدة دول أوروبية وعربية والتي تعتبر أن الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية للدول المعنية ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي أثر قانونية أردغان تجاهل بذلك في كلمة له عقبة رأسه اجتماعا للحكومة عبر تقنية الانتصال بالفيديو تجاهل كل التحذيرات المحلية من خبراء الاقتصاد والسياسة من أن سياسته تدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الهاوية لأنه يركز فقط على من أسماهم محور الأعداء الذي زعب بأن مصدره الخليج العربي صانعان المزيد من الأعداء كلما أتيحت له الفرصة ليفسد علاقات بلاده مع الدول العربية وتحاول تركيا أيضا تعزيز نفوذها في المناطق الساحلية من اليمن ويفسر نشاط أنقرة هناك على أنه جزء من استراتيجية أوسع لتشكيل مثلث تركي استراتيجي في البحر الأحمر بمساعدة قطر تأتي هذه المطالبات التركية بالتنقيب عن النفط الليبي لتضع في جعبات السراج مزيدا من ملفات العمالة والخيانة اشتركوا في القناة